ما من شك في أن الاستراتيجية الأمريكية ماضية في مشروع عسكري أمني اقتصادي يضع الصين في دائرة العدو الأول والأخطر عسكرة المحيطين الهندي والهادئ تسير وفق أجندة مدروسة ومنصقة مع أقرب الحلفاء الغربيين والأسيويين لواشنطن ففي زمن قياسي تنشئ الولايات المتحدة حلفين كبيرين أولهما أوكوس مع بريطانيا وأستراليا والثاني ضم إلى أستراليا الهند واليابان كدول مركزية في المحيط الحيوي للصين أمنيا واقتصاديا بايدن الذي يلملم قواته من مناطق مختلفة من العالم وبعد أن وضع الصين كخطر شامل يتهدد بلاده يتخلى عن مبدأ التدخل الأحادي في بؤر الصراع والتوتر مكرسا عهدا جديدا لخوض مغامرات أمريكا وصراعاتها يعتمد على إشراق قوى تدين بالولاء لواشنطن وتتحمل معها تبعات أي مواجهة الحلف الجديد ليس إلا استكمالا لحلف أوكوس فيما يبدو أنه عملية تطويق وحصار للصين بحجد من الترسانات العسكرية والبشرية إضافة إلى الطاقات الاقتصادية والتجارية المعتبرة مخطط الحروب في البنتاجون يريدون تغيير التوازنات والوقائع التي تمثل الصين فيها حجار الرحى في المحيطين الهندي والهادئ مسار تصادمي غير مسبوق نظرا لما سيكون عليه رد فعل الصين التي سبق أن بعثت برسائل تنذر فيها من مغبة المس بأمنها القومي أو استسهال التعامل مع قوتها ودورها بكين التي اعتبرت أن حلف أوكوس سيلحق ضررا خطيرا بالسلام والاستقرار الإقليميين لن تقف متفرجة على حلف جديد على أبوابها ويمهد لتطويقها بالكامل ولديها من الخيارات ما يمكنها من الرد الاستراتيجي في الجوار كما في غير منطقة من العالم اشتركوا في القناة